نعم في أمنية هنا أمنية أنت في السابق ما كنت مستعد أن تواجهها لما يحدث الموت خلاص نكون إحنا رجعنا أو تحولنا مرينا في التغيير انتهينا من مرحلة الخوف اللي كانت تمنعنا أن حتى نعبر أو نخبر الآخرين أو حتى نختار نختار حياتنا القادمة كدائما نتفكر أو لحد الآن احتمال لحد هذه اللحظة أنت تفكر أنه مانك يد وما تستطيع تغيير وقعك وقعك إلا مش عاجبك أن تعيش فيه التاري يقولك أنت بدون حتى أن تعي أنت خلاص مريت في التغيير أنت مريت بالمرحلة المؤلمة اللي لازم تواجه فيها نفسك تواجه فيها أنه ما ينفع أضل داري أو أخبي أهدافي القادمة في الحياة أو رغباتي وين أبي أروح في أي دولة أريد أن أعمل وين أريد أن أسافر وأفتح مشروع مهما كان احتمال حتى ترغب في تغيير تخصصك تغيير مجال عملك دراستك كل التغييرات حدثت وإنت مش واعي لها أن فتحت أمامك الأبواب ولكن أنت لحد الآن أشوفك في طاقة ثمانية السيوف ما أدركت بشكل كامل ما أدركت بشكل كامل أن الأبواب فتحت أمامك أن الفرص اللي أنت كنت تفكر أنها ممنوعة عنك وأن ما تقدر دائما برج الحامل من الأبراج اللي يفكر أن هذا هو الواقع الواقع سيء وأنا ما لي يد أو ما أقدر أن أغير فيه دائما نحس أن يدها مكفوفة مثل هذا الكرت أوكي ولكن خلنا نشوف نوضح كاملانية السيوف بالضبط ثلاثة الأخصان لأن أنت كأنما هني في مرحلة انتظار ولكن احذر لنا الانتظار ما يطول لدرجة أن تتوقع أنه خلاص اللي أنت الهدف اللي أنت حاطه في بالك ما رح يأتيك لما نطيل الانتظار بدون عمل بدون اجتهاد بدون جهود من جانبنا احنا نتوقع أن الأمنية المال النجاح الشراكة رح تقع في حضرنا بين يوم وليلة نعم أنت قمت بالجهود اللازمة ولكن هل فعلا لحد الآن عندك أمل أو أنك فقدت الأمل في موضوع معين خلنا نشوف النجمة تحقيق الأمنية بالضبط أنت هنا أشوفك مثل ما قلت لك فقدت الأمل في موضوع معين وإن كان لحد الآن يشغل بالك مشروع ممكن يكون أي شيء أنت لحد الآن قاعد تحوم بانتظاره وإن كنت تتمثل هنا طاقة التمثيل تمثل على الناس أني أنا خلاص نسيت الفكرة اللي اللي فكرت فيها واللي كلمتكم عنها قبل سنتين قبل ثلاثة شهور ثلاثة شهور عندنا رقم ثلاثة ثلاثة الأخصان نسيتها ما عادت في بالي ولكنها لحد الآن حاضرة ولكن محتاجة منك كأن ماهني كارت النجمة وهو كارت برج الدلو محتاج أي الأمنية أن تسمعك وتنادي فيها محتاج أن تحصل يعني تبحث في نفسك عن آخر ذرة أمل النجمة هي الأمل آخر ذرة أمل لحد الآن موجودة بداخلك وآخر مثل ما نقول حرب أو اجتهاد في سبيل هذه الأمنية مهما كانت الأمنية ممكن تكون حتى هنا أشوفها طاقة تحاول أن تذهب لتعمل في الخارج أو تدرس في الخارج في مجال الإبتعاظ الأمنية نفسها ردت عرضت نفسها عليك انفتحت لك الأبواب البداية الجديدة اللي أنت كنت متوقعها واللي هني استثمت عنها موجودة أمامك عزيزي برج الحمل محتاج أن أنت تركز النية هنا في النجمة دائما لما نشوف النجمة هو مش كارت يطلب مننا العمل أنت قمت بالعمل قمت بالجهود قمت بالإجتهاد محتاج في هاي الفترة أن تعمل على قانون الجذب وقانون أن تركز نيتك أن أنا خلاص سويت اللي المفروض أسويه فهل مرة رح أقبل على هاي العمل على هاي الفرصة على هاي الهجرة حتى رح أقبل عليه وأنا متوقع النجاح وأنا متوقع الفوز وأنا متوقع الججمة والحكم متوقع أن يتم قبولي ما يصير أن تتوجه نحو الأمنية اللي أنت تتمناها والشيء اللي تبيه بتخاذل أو بيأس هنا مهم أن تتذكر قانون الجذب خلنا نوضح ستة الأخصان الأمبراطورة بضط لما شوف لك ستة الأخصان قلت لك ما تخاف أن تكون في أعين الناس وتحتفل مع الناس أو تبين للناس هي طاقة أيضا وضوح والأمبراطورة تحت هذا الكرت يقول لي يا برج الحمل أنت في حياتك عضيت الكثير قلت لك مرحلة الاجتهاد في هذا الموضوع بالذات أو الألم أو التعب أو أن أعمل على تقديم الطلبات و ما في أي مشكلة في طلبك نفسه ما في أي مشكلة في الاستمارة ما في أي مشكلة في حتى المواصفات اللي قاعدة تنطبق عليك هنا والاشتراطات ما في مشكلة في الشي اللي أنت تمنى أن تحققها رسميا ما في أي مشكلة والحكم أيضا إلى جانبك ولكن محتاج أنك كأنما كل جهودك اللي قمت فيها في السابق كلها تطلب أن تساندك في الفترة القادمة إشلون يعني لما أنا أعتبر نفسي أن قمت بما فيه الكفاية وحان الوقت لأحصد الإمبراطورة هو كرت يبين لك كثرة العطاء أنت عطيت بما فيه الكفاية حان الوقت أن ترتاح وتحصد تنتظر وتقوم بأقل مستوى ممكن من الاجتهاد الفعلي الجسدي كل تركيزك في الفترة القادمة خلى على النية وتركيز الطاقة محتاج هذا النوع مش محتاج طاقة العمل نفسها والغصن الأول موضح بالشمس الشمس هو كرت النجاح كرت السفر كرت المرح وفوق الخماس الأول ما فيه أوضح من جديد عزيزي برج الحمل أعيد وكرر لك إذا عدت وكررت عليك فكرة معينة معناته إن مهم جدا أنت استوعب كل الجوانب اللي أقصد فيها أنت مريت بمرحلة خلاص اجتهد فيها وتعبت بما فيه الكفاية هذا اللي قاعدة أشوفه في الطاقة أشوف شخص من برج الحمل اجتهد كثيرا عطى كثيرا في حياته بوجود كرت الامبراطورة أنت عطيت كثيرا أسبغت حتى في العطاء أكثرت من العطاء حال الوقت أن تسمح للآخرين أن يعطونك حال الوقت أن تتكلم بثقة لما تتكلم بخصوص مشروعك تتكلم أنك رح تنجح وما تتكلم بأسلوب الخوف بأسلوب القلق بأسلوب اللي أحس أنه ما رح أنجح أحس أنه ما رح أحصل وظليت أنتظر كثيرا هنا طاقة الانتظار ظليت أنتظر واللحين ما صار شيء لازم تحس أنك تستحق هذا الشيء ذيك الأحقية تعارف الناس اللي يقولون أنهم يتصرفون أن لهم حق حتى في الأشياء اللي فعلا هم ولا هم حق فيها أنت لك حق في هذا الشيء هذا الشيء موجود وفتح أبواب عشانك أنت اللي لازم إهني كليمة كليمة معناته أدخل إلى هذا المكان أدخل إلى هاي الفرصة أقدم طلبي ولكن ما أقدمها بيأس أو بخوف أو حتى بخجل أقدمها وأنا واثق وأحتك وأتكلم مع الناس أتكلم معهم عن جهودي أتكلم معهم خل الناس يفهمون جهودك لا تعيش في الظلام أو في طاقة الاستخباء في حياتك العملية تكلم مع الناس عن جهودك خلهم يفهمون ليش أنت تستحق هاي الفرصة خلهم يفهمون أن حان الوقت للحصاد مش للعمل أنت مقبل على فترة لازم فعلا تستوعب فيها ما الذي تستحق وتطالب فيه هنا طاقة المطالبة طاقة التركيز على النية طاقة أن تفكر بقانون الجذب لما تفكر أنك تستحق هذا الشي هذا الشي رح يطرق بابك ولكن لما تفكر أنه ما رح يأتيك مهما حاولت رح تجذب اللي أنت تفكر فيه هذي حقيقة عند قانون الجذب رح ننظر الحين إلى الجانب العاطفي قلت الحين هذي رح تكون قراءتك الجانب العاطفي بغض النظر عن وضعك مع الشريك هذي القراءة رح تكون عامة واتناسب وأتمنى أن تلاقي فيها ليتناسب مع وضعك مع الشريك بغض النظر بغض النظر بغض النظر بغض النظر بغض النظر بغض النظر لما نستسلم أن الشريك ما رح يعطينا أو خلاص نقول أننا رح نمضي قدما نشوف الشريك يطرق بغض النظر مرة ثانية مالك النار عندك شخص فقدت الأمل فيه رح يكون جدا قيادي جدا شجاع جدا رح يتغير في طاقة احتمل أن أشوف هنا عندنا كرت برج الدلو برج السرطان العربة أحس جدا هنا أتكلم مع برج حمل قاعد يتعامل مع شخص من برج مائي عقرب حود وسرطان انت هنا كأنما حزين على نفسك يا برج الحمل مش حزين على الشريك نفسه ترى وإن كنت تفكر أنك حزين على الشريك انت هنا أشوفك حزين على نفسك هلننشوف لماذا برج الحمل يحس بهذا الأحساس أوكي لأنك لا تستطيع التخلص من التفكير في هذا الشخص حاولت وبحثت عن كذا طريقة أن تنسى فيها وتكون أشجع وتكون أقوى تحاول هنا أن تغير أيضا طاقتك العاطفية عرفت وتبحث عن مكان جديد منطقة جديدة تزرع فيها بذورك لأن هذا الشريك كأنه ما سبب لك الكثير من الأحباط في الماضي النجمة ست الخماسيات عزيزي اللي تستحقه اللي ضاع منك اللي الشخص اللي ما قد ترك راجع خلال شهر يونيون أو ابتدى خلال شهر يونيون أن يكون مستعد أن يعطيك حقك هذا الملك وإن كان ملك شوية لأنه من بورج ناري وإن كان شوية ملك شوية معتد بنفسه شخص مغرور ولكن يتأكد خلال شهر يونيون مستعد أن يعطيك ما تستحق الحب والاعتراف هنا أشوف الاعتراف وإن كان شخص دائما يكابر اللي قاعد تتعامل معاه دائما يكابر ما يتكلم عن حقيقة مشاعر معاه ما يبين لك أهميتك في حياته هنا عندنا نجمة مرتين ويبين لك أهميتك في حياته أو مكانتك في حياته لكن خلال هذا الشهر كأنه ستة غماتيات هي طاقة قريبة من كرد العدالة رح تحصل على التوازن في الفترة القادمة على الاعتدال إذا أنت كنت دائما اللي تحاول أن تصلح العلاقة تعدل وضعك مع شريكك تتفاهم معاه وهو صعب صعب المراس خلال شهر يونيوم رح إن شاء الله بالضبط هنا يتكلم لك التارو عن الكارما الكارما بما معنى اللي تزرعها رح تحصدها يوم من الأيام وإن كنت حاليا يا برج الحمل زعلان على نفسك زعلان أنك استثمرت مع شخص تحسي هنا لم يعرف قدرك على كثرة ما أنت بيّنت له مشاعرك استعدادك وقفت معاه أنا أيضاً أشوف برج حمل وقف مع شريكة أو حبيبة الكثير من الوقفات كانت لك وقفات مشرفة معاه الشخص وإن كان هذا هو المؤلم في الموضوع أنت أكثر حاجة من الشريك مادياً أو أنت ما بقول لك أضعف أنت أكثر حاجة إلى الأمور اللي كنت تضحف فيها من أجل الشريك إذا كان يقول لك مثلاً أنه هو مشغول يتعذر فإنك كنت مشغول أكثر ولكن توجد الوقت من أجله إذا كان مثلاً يقول لك أن أهلي رافضين فكرة الزواج فإنك كنت تعاني من أهل أقصى وأعند من أهله حتى وضع أسري أسوأ وضع عدم تقبل أسوأ ولكنك هنا وجد لنفسك طريق قاعد تقول للشريك برغم كل المصاعب اللي واجهتها في طريق كرت العربة هو التسهيل المصاعب أنا أوجد لنفسي وقت وواضح أقدر أكون فيه متواجد عشانك أنت هذا طبعاً في الماضي إهني أشوفك كأنما حزند على نفسك لأن جهودك لم تثمر مع هذا الشخص هذا الشخص لم يقدر جهودك كان دائماً شوف إهني أهوى عند مستوى الملك نضوج الملك موارد الملك يقدر إنه أهوى اللي يغير الموضوع ولكن لحد الآن لم يحرك شعره شنو اللي تنتظره خلال شهر يونيو شهر يونيو شهر رح ترجع فيه العدالة الإلهية أو الكارما إلى جانبك لأن أنت زرعت بغض النظر سواء كنت بانتظار هذا الشخص فقط أن يعتذر بانتظار أن يرجع إلى حياتك بانتظار أن تحس عندك شوية نوع طاقة انتقامية بغض النظر ما هو الهدف اللي أنت حطه أو النية اللي حطها في قلبك تجاه هذا الشخص هذا الشريك العدالة رح تكون إلى جانبك الفرصة في يدك أنت اللي من حقك تستخدم هاي الطاقة وين تروح أوكي هنا عندنا العربة تحتها المشاغب دعنا تبين لي أن أنت دائما كنت تستطيع تسخر الظروف عشان تتواجد من أجل هذا الشخص نزيل لأن هذا الشخص بالنسبة لك الأمنية الأمنية تحلم أن يوم من الأيام ترتبط فيه أو تكون معه شخص من برج ناري أسد ممكن أيضا حمل أو حتى قوس أو ممكن فقط تكون طاقته نارية ممكن أيضا يكون دلو مثل الأبراج اللي ذكرتها لك عندنا هنا أيضا كارت برج الجوزاء لكن هذا الشخص قلت لك كان قليل في العطاء معاك سواء عطاء الوقت عطاء الجهد كان ما يعطيك حقك خلال هذا الشهر هذا الشخص مستعد أن يرجع أو ابتدأ يفكر أنه فعلا يرجع ابتدأ يبحث عنك هنا عندنا الزاهد اللي يبحث عن النجمة أنت هنا فقدت الأمل ومضيت قدما أوكي ولو جزء منك ممكن لك على الأقل جزء منك مضى قدما على مستوى الروح انتعبت من العطاء هذا الشخص رح ترجع معه العدالة إلى جانبك أو هو اللي يصير يلحق وراك أو هو اللي يصير يبحث عنك هو اللي يصير يفكر كيف يعطيك الأشياء اللي قصر فيها في السابق معك يريد أن يعوضك خلل نقول يريد أن يعوضك عن تصرفاته في السابق هذا الشخص أشوفه نضج يعني نضج حتى حتى مو فقط معاك حتى مع نفسه بتدي واجه نفسه بحقيقة تصرفاته الطفولية في السابق أو تقصيره على الأقل في العطاء أنزين هنا يقول لك أربعة الأكواب تحتها ست الأكواب جهودك أشوفه هذا شخص من الماضي جهودك اللي وضعتها معه لا تفكر أنه رح تروح عبثا أنت زرعت رح تحصد ولو كان مو مع هذا الشخص فإذن مع شخص ثاني لأن هنا الكرو تتبين لي أن الكارما هي إلى جانبك وليست إلى جانب الشريك وكعزيزي برج الحمل هذه هي قراءتك العطفية رح نشوف ما هي الأخطار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر سواء كنت تنتظر فحوصات تنتظر قبول هجرة نجاح في الامتحانات مهما كانت الأخبار اللي أنت بانتظارها بانتظار الشريك أني عيد يتواصل معاك خلنا نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك برج الحمل الأخبار القادمة في طريقك أربعة السيوف الموضوع رح يأخذ وقت أكثر مما تتوقع ما رح يأتيك ما رح يأتيك الجواب خلال هذا الوقت لحد الآن هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص هذا الجهة لحد الآن قاعدين يقومون بتحليل طلبك أو تقييم طلبك حتى لحد الآن لم يتم صنع القرار فهنا يقول لك أنت المطلوب منك الانتظار لا تحس بالإحباط لا تحس باليأس لا تحس إنه أنا سويت كل اللي عليه ليش لحد الآن ما أتاني جواب أنا ما قصرت مع هذا الشخص ليش لحد الآن ما اتصل فيني ما سأل عني ما ووقف معي لا أنا استثمرت في مشروع وايد ليش لحد الآن ما أتوني مثلا عملاء أو كاستمر أو ليش لحد الآن ما حققت دخل ليش لحد الآن ما حصلت على وظيفة لأن هذا هو وقت الانتظار لحد الآن لم يتم يعني الوصول إلى طلبك شوف العدالة برج الحمل العدالة أوقات ممكن تكون لك وممكن تكون عليك هنا العدالة تقول لك لا تستعجل لأن اللي من حقك رح تاخذه لا تقول مثلا إن ليش فلان تقارن نفسك بالآخرين حققوا أو حصلوا على الموافقة أسرع منك تأكد إن وضعك أنت في ظروفك أنت اللي في مصلحتك رح يصير هنا يتكلم لك أيضا عن إجراءات قانونية أنت لازم كأنه ما هني أشوف برج حمل مستعجل لا يريد أن يقف في الطابور يريد أن يتم الموافقة أو الحكم في قضيته أو يسمع الأخبار بسرعة هنا يقول لك لا تستعجل موضوعك موجود ورح يأخذ دوره رح يأخذ حقه إذا أنت كنت مقصر في حق أحد وإذا كان في أحد ثاني هو اللي قصر أو أخطأ في حقك رح تأخذ حقك وزيادة فلا تفقد الأمل في النظام أو في العملية نفسها الصبر ثم الصبر رقم سبعة رقم الانتظار بالضبط المشاغب دائما برج الحمل من الأبراج اللي يتملل عندما أحد يطلب منه الانتظار سمى ضروسة أن أحد يقول له انتظر خصوصا لما يكون وهو فاقد الأمل في شيء أو على أعصابه ولكن عندما يسمع الأقبار اللي يتسره ويتغير وجهه ويصير حبوب ويصير لطيف ويصير يموازح لآخرين وازن أنت طاقتك أيضا يوم برج الحمل وآخر كرت عندنا العالم احتمال كبير رح تأتيك فرصة إذا كنت تبحث عن الدراسة في الخارج أو العمل والعيش في الخارج رح تأتيك الفرصة ولكن بعد فترة الكروت اللي في البداية تبين لنا أن اللي في بالك رح أصير بعد فترة فرصة الإبتعاذ فرصة التخرج رح تأتيك وقادمة في الطريق ممكن شوية تأخذ وقت زيادة في أمور معينة لحد الآن مواد معينة ما نجحت فيها نعم ولكن لا تحس إن أحد ظلمك إهني كأنما الكروت تقول لك ما حد رح يظلمك وما حد رح يقصر في حقك كل اللي اشتهدته واللي أنت جنيته رح تحصل عليه الموضوع شوي رح يأخذ وقت عندك فرصة أيضا للسفر ولكن ما أشوفها في الأشهر القادمة أشوفها أبعد بعد ما تنجح بعد ما يتم الموافقة على طلبك بعد ما تأتيك الأخبار الطيبة اللي أنت بانتظارها من زين؟ رح تكون متشجع أن على طول تحزم أغراضك تغير مثلا تذهب إلى الجامعة الجديدة تذهب إلى الدولة الجديدة أشوف هنا عندك انتقال وانتقال جدا جميل رح أشوف هنا وأسوي معاكم فقرة جديدة اسمها فقرة من أو من الذي يجب أن تحذره خلال شهر يونيون ممكن يكون شخص ممكن يكون موقف خلال نشوف طبعا كذا الكرت كان موجود أسفل الأوراق من الجداية، كان الأوراق بهذا الشكل يتكلم عن سيد القوس والسهم إذا تذكر يا برج الحمل من البداية في رسالتك العاطفية إلى الآن الأخبار التي تتوقعها كأنما هنا قلت لك مرحلة الجهود نفسها أن أنت تزرع أن تعرق أن تقدم طلبك أن تضع أوراقك وأمورك مع بعض هذه انتهيت منها عشرة هو رقم الانتهاء نهينا مرحلة معينة بنجاح المرحلة القادمة ما تفقد الأمل هذا هو السر لك هذا هو السر لك التحذير هنا هو من نفسك نفسك لا يصير لها سيطرة عليك طبيعة برج الحمل قلت لك إياها من البداية من الأبراج اللي بسرعة يفقد الأمل بسرعة يتأفأف لا يحب الانتظار أكثر الأبراج اللي تعايشت معها لا يحب الانتظار هذا المطلوب منك من أجل أن تصل إلى مراتك مو وقت أن تقوم بالمزيد من الجهود مو وقت أن تقوم بالمزيد من الطلبات أو التواصل مع هذين الأشخاص أو الجهات المعنية هذا هو وقت الانتظار النية يتكلمك عن الانتنشن عليك أن تكون دقيق ولكن في النية تذكر قانون الجذب اللي كلمتك فيه ترجمة نانسي قنقر